موسيقى يسود في أوساط عائلة السعود الحاكمة في بلاد الحرمين الشريفين قلق شديد وذلك منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثة الماضي حيث رهن السعوديون والخليجيون على فوز كليمتون التي قدموا لها دعما ماليا بعشرات الملايين من الدولارات كما كشف عن ذلك موقع ويكيليكس في الوقت الذي تهجم فيه الملياردير السعودي الوليد بن طلال على ترامب وطالبه بصحب ترشيحه للرئاسة لتعبيد الطريق أمام هيلاري ورغم أن آل سعود حلفاء أساسيون للولايات المتحدة الأمريكية لكن الود يبدو آخذ في طريقه للعداء خاصة مع تصدع الاقتصاد السعودي الذي يدفع أمريكا للتخلي عنهم وقد سبق للرئيس الأمريكي الجديد بأن قال السعودية بقرة حلوب جف حليبها تلقى آل سعود ضربة موجعة بعد إقرار قانون رعاة الإرهاب المعروف بجاستا واعتبر مراقبون أن فوز ترامب خسارة كبرى كذلك إذن فالسعودية تتلقى هذه الأيام الضربات تلو الأخرى ومنها إطلاق صاروخ بعيد المدى على مطار جدة وكذلك الحملة العسكرية العراقية لتحرير مدينة الموصل والتي حققت تقدما فاق كل التوقعات وبما ينذر باندحار المشروع السعودي التدميري في المنطقة وعلى صعيد آخر تمر السعودية بأزمة اقتصادية متفاقمة إثر انخفاض أسعار النفط والذي تسببت به السعودية ذاتها التي أغرقت الأسواق بالنفط هذه الضربات المتلاحقة ويضاف لها فشل السعودية في تحقيق أي نصر حاسم في اليمن بالرغم من ارتكابها لجرائم حرب مروعة هناك تجعل السعودية في موقف لا تحسد عليها محليا وإقليميا ودوليا ومع دخول العلاقات السعودية الأمريكية مرحلة من المجهول فإنها حصاد لمقترفة السعودية والتي أصبحت مصداقا للآية الكريمة يخربون بيوتهم بأيديهم ترجمة نانسي قنقر